وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية للفترة من يناير حتى أبريل فإن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بلغ 134 مليار أو 860 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية 2.1% كما أن الاستثمارات بين الصين والدول العربية في الاتجاهين وصلت النمو حيث بلغ الاستثمار الصيني المباشر في كافة المجالات في الدول العربية 980 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية 2.9% خلال الفترة نفسها أسس المستثمرون العرب نحو 400 شركة باستثمارات في الصين